كان طبع أولي وحرك كمان متخصص وفي دور المراقب كمان البرلماني شايف إزاي خطوة دينة الخانكة للدواء النهاردة أنا عجبني كلامك في الأول وإحنا كنا فيه يعني أنا أحب أبدأ بالنقضة دي قبل ما ندن الناس يعني إحنا بقنا إيه النهاردة عاوزين إزاي ما بديت حديثك إحنا كنا فيه يبكن ما فيه حد فيه ينسى إحنا من خمس سنين كان فيه نقص كثير في الأدوية كان فيه مشاكل كنا أننا تعرضنا لها كانت رحل الصيدراءات يبكن ما لا يقل على 40% أو 50% من الأدوية كانت ناقصة كان فيه مشاكل في الأدوية بالأسعار كانش منضبطة كل الناس وفيه حلقات تمت في الميديا وفي غيره وكانت فيه مشاكل كثير وإسرية وفي القطاع الحكومي برضو الأدوية كانت ناقصة وفي القطاع الخاص بناقصة والصادات ناقصة فالكلام ده فين راح يمكن أنا ليه بحب أذكر الناس عشان المشاهدين يعرفوا وإحنا كنا فيه وإحنا بقين إيه النهاردة وإحنا النهاردة الأول الحمد لله بالقيادة السياسية الموجودة رئيس عفتاح السيسي طبعا الأمر اللي تم النهاردة نشو وليدة يوم وصدفة ده وليدة يعني إنتاج وشغلي سبع سنوات إحنا الدواء كان من ضمن الأجندات اللي موجودة عند الرئيس وموجودة وتوجيهات سيادة الرئيس فيها للحكومة بالفعل ولمجلس النواب إنه يتم التشريعات المناسبة للأمر ده تم بالفعل من ضمن الحاجات اللي تمت مشروع قانون هيئة الدواء وإنشاء هيئة الدواء المصري تم مشروع قانون إنشاء هيئة الشراء الموحد وتم بالفعل إنشاء هيئة الشراء الموحد أنا ليه حابب أذكر ده عشان نعرف إحنا رحنا فيه تم بالفعل ولكن نحن تعمل منظومة كاملة منظمة كاملة تشريعية مع تنفيذية جميل وبسرعة لا تتخيلها نحن النهاردة معنا رئيس ما بيروحش حط حجر أساسي نحن معنا رئيس بيروح يفتح على أطول مشروعات يوميا المواطن بيشوف استتحاد يعني مدينة الخانكة دي شايفة تمت في وقت قصير مقارنة تنم المعايير سبق لها سنوات شغلين فيها الفكرة ما كانت توجهات رئاسية تم النهاردة الاستتاح المدينة النهاردة بتحط مصر على الخريطة الدوائية العالمية أن نحن نبدأ يبقى عندنا اكتفاء ذاتي بالدواء ونبدأ في تصديره نبدأ في تصديره إيه اللي حصل يمكن أن نزود حضرتك نحن يعني كنا عندنا نقص في الأدوية ومشاكل في الأدوية سوء الدواء سوء كبير يعني يتعدى 125 مليار جنيه سنويا سوء الدواء كاستيراد أو كإنتاج محلي كان من ضمن الأفكار أن نحن لازم يكون عندي هيئات تزبط الكلام ده هيئة الشراء الموحد طبعا مسؤولة عن تأمين وشراء الأدوية والمستثمات الطبية والأجهزة من الخارج ودمام بجودة عالية وبقال للأسعار وفرت على الدولة مليارات كانت في نظام المناصرات هيئة الشراء يمكن الموحد وتكنولوجيا الطبية لها سنة بالضبط هيئة الدواء مسؤولة عن تسجيل الدواء وسرعة والتأكد من جودته وسرعة تسجيله النهاردة ومراقبة الانتاج ومراقبة الدادوية النهاردة بالفعل الكلام ده كله انضبط وجه عليها تم افتتاح مدينة الطبية اللي النهاردة جيبته جيبته إيه جيب؟ النهاردة مدينة الدواء حركة أشارت الفكرة الجودة ودي رئيس سيسي أشار لها المعرض في أكثر من معرض في حديثه أي؟ حتى لما أشار لفكرة من المضادات الحياة ويلا واحد لما كان بيقول تاخد المستورد ولا تاخد المصر سيقول لك ناخد المستورد دي كانت حاجة حقيقة تزعمنا جميعا يعني لأنه في النهاية احنا عايزين مادة فعالة سواء هو الدواء المصري دواء على فكرة علشان برضو نوضح للمشاهدين دواء فعال ودواء على مستوى العالم ليش واخر جميع التزييلات العالمية ودواء قوي والنهاردة اللي هيحدث إن احنا هندخل في التكنولوجيا العالية الموجودة في مدينة الدواء هنقدر ندخل صناعة الدواء اللي هي بيحتاجة تكنولوجيا وطور أعلى زي ايه يعني النهاردة طبعا أنا صناعة الأنسلين احنا كنا نستورد أنسلين النهاردة صناعة الأنسلين بيقيت محلي موجودة وفي اكتفاء ذاتي في مصر صناعة الأطارات صناعة بخاخات الصد الكلام ده كله كان الأول نستوردها النهاردة في التكنولوجيا العالية الموجودة فاضلة الدواء الموجودة النهاردة نقدر نصنع الكلام ده كله هيبقى عندي اكتفاء ذاتي بالأدوية اللي لازمة زي أدوية الكلا أدوية الكبد أدوية الأمراض الضغط السكر بكلها نهاردة هيبقى عندي توفير فيها وعند وفرة وعند اكتفاء ذاتي للمواطن المصر وعندي بقى ووفرها بسعر أقل تكلفة وأقل من استراض. آه جميل. إزاي دي بقى الأسرار. يعني المواطن برضو دب أنا لقي لها استفادة. هي في ناحية استفادة للمواطن. بضمنوا الدواء بجودة عالية وكفاءة عالية. وسعر أقل. ليه؟ لأن أنا الاستراض عندي كان يكلفني ويكلف الدولة. وكان يجي المدول المستورد بتكلفة أعلى. من إنتاجه في الداخل. هنا النهاردة بصنعه داخلين بتكلفة أقل. وتوجود مصر النهاردة. ويجي العاملة الموجودة المضربة النهاردة. دي والاستثمارات الموجودة هينتج عن الكلام ده كل استثمارات وشراكة مع القطاع الخاص ومنافسة هيقلل الأسعار. فهيبقى فيه للمواطن المصري أو المريض المصري دواء فعال بقوة سعر أقل. وده اللي احنا عاوزين. الناحية الثانية أنا. المدينة دي شغالة دلوعت في الإنتاج خلاص. ده شغالة في الإنتاج. انا شغالة بالفعل. نحن نحضر نفتدح مدينة بتنتج. المدينة لسه هنبدأ. مدينة بتنتج. الناحية الثانية والدي المرحلة التانية والمرحلة الاهم هدخل في صناعة أدوية الأورام. أنا أدوية الأورام كانت تكلف الدولة فوق المليار و 800 مليون جنيه سنويا استيراد النهاردة أدوية دي أدوية نهاردة هنتبهها محلي النهاردة أدوية زي أدوية الأدوية تحتاج إلى عمليات دقيقة وتكنولوجيات محددة ويمكن سر هذه الأدوية في الخارج جادي هو النهاردة إحنا ليه إحنا نهاردة عاملين مدينة على مساحة 180 ألف متر مربع بتكنولوجيا عالية أحدث أنواع التطور التكنولوجي كلفت مليارات الدولة فيها عشان أدخل التكنولوجيا ليه عشان أقدر أصنع الأدوية اللي هي محتاجة التكنولوجيا العالية عندي البحث العلمي وعندي تطور النهاردة في الأمر ده برضونا الحاجات اللي أنا النهاردة بالفعل لازم نديها حقاها برضو النهاردة عندي أنا برضو مصانع لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة